هل قطع الرباط الصليبي بيسبب خشونة في الركبة؟ وهل جراحة الرباط الصليبي بتزود فرص حدوث الخشونة ولا بتقللها؟ أهلا بيك وأنا الدكتور هشام عبدالباقي استشار جراحة العظام والمفاصل في جامعة عين شمس الدرسات بتشير إلى أن 50% لـ 90% من المرضى اللي اتصابوا بقطع في الرباط الصليبي الأمامي هيجيلهم للأسف خشونة في الركبة بمرور السنين وأن احتمال حدوث خشونة في الركبة المصابة بيكون تقريبا خمس أضعاف الخشونة اللي ممكن تحصل في الركبة السليمة في نفس المريض طب ليه قطع الرباط الصليبي أصلا بيسبب خشونة؟ أولا عادة الإصابات دي بيصاحبها إصابة في الغضريف الهلالية أو الغضريف الموجود على أسطح العظام حتى لو كانت الإصابة بسيطة وعلى مستوى الخلايا والأنساجة بس وحتى لو كانت مش باينة فيه الرينلين مغناطيسي التلف ده في حد ذاته ممكن بمرور الوقت يسبب خشونة في مفصل الركبة تاني سبب هو النسف اللي بيحصل في المفصل وقت الإصابة والتغيرات الكيميائية اللي بتحصل في المفصل وده ليه أثر سيء على الغضريف وبتساعد على حدوث خشونة تالت سبب أن اسواء المريض تعالج بجراحة أو من غير جراحة فالركبة للأسف مش بترجع لحالتها الطبيعية بصورة كاملة 100% وبيبقى فيه برضو بعض التغيرات في ديناميكية الحركة بتاعت مفصل الركبة وده برضو ممكن يكون سبب للخشونة اللي بتحصل بعد كده طيب لو المريض عمل عملية رباط الصليبي برضو بيجي له خشونة فيه دراسات طابعة المرضى اللي عندهم اللي عملوا جراحة رباط الصليبي ولقيت أن بعد خمس سنين تقريبا 10% جالهم خشونة وبعد عشر سنين 20% منهم جالهم خشونة وبعد عشرين سنة تقريبا نصهم كانت حصل لهم خشونة في مفصل الركبة ولكن طبعا من غير الجراحة الأرقام دي كانت تتبقى أكتر وخصوصا لو حصل خيانة متكررة للركبة لأن ده بيزود فرص حدوث إصابات تانية جديدة في الغضريف الهلالية اللي موجودة في المفصل المشكلة أن الأشخاص دول لما بيبقى فيه عندهم خشونة بيبقوا لسه صغيرين في السن ويعني أن مثلا في التلاتينات أو الأربعينات وبالتالي حتى لو عندهم خشونة متقدمة ما ينفعش يعملوا جراحات زي جراحات المفاصل الصناعية فيه عوامل بتزود فرص حدوث خشونة بعد إصابة الرباط الصليبي زي لو كان حصل بالفعل إصابة لغضروف هلالي أو حصل إصابة في الغضريف المفصلية على سطح العظام أو لو كان عمل عملية والعملية منك حدش أو لو كان فيه عدم ثبات جامد في المفصل وبرضه لقوا أن البنات بتحصل فيهم الخشونة أكتر من الولاد وكلما المريض كان سنه أكبر كلما فرص حدوث الخشونة بتبقى أزيد برضه لو كان فيه ضعف في عضلات الفخد الأمامية بتزود الخشونة وكمان لو الوزن زيادة أو لو المريض كان بيدخن ده برضه بيزود للأسف حدوث خشونة في مفصل الرجبة وكان فيه فترة من الفترات كان فيه دراسات بتشير إلى أن المرضى اللي عملوا عملية رباط الصليبي بيجي لهم خشونة في الرجبة أكتر من اللي تعالجوا من غير جراحة ولكن بمرور الوقت تضح أن الكلام ده مش مظبوط قوي وأن النتيجة اللي وصلوا ليها بالغلط دي كانت نتيجة ثلاث حاجات أولا لأن الجراحة عادة بتتعمل في الناس اللي الإصابة بتاعتهم كانت شديدة وفي الحقيقة أن شدة الإصابة نفسها ومش الجراحة هي اللي بتبقى مسؤولة عن الخشونة وهي اللي بتساعد على أنها تحصل بمرور الوقت وبالعكس اللي إصابتهم بسيطة زي أن جالوا مثلا تمزق جزء بسيط في الرباط الصليبي عادة دول بيتعالجوا من غير جراحة وبتبقى فرص الخشونة عندهم أقل وأقل من اللي ما عملوش جراحة تاني سبب أن الجراحة عادة بتتعمل للناس اللي عايزة ترجع تلعب رياضة عنيفة تانية زي كورت القدم وما شبهها وبيبقى فيها تحميل كتير على مفصل الربة والرياضات دي في حد ذاتها ثبت علميا أنها بتزود فرص حدوث خشونة في المفصل إنما المرضى اللي مش بيمارسوا رياضات عنيفة بيحافظوا أكتر على ركبهم كمان الدراسات اللي اتعاملت دي بتشوف مدى حدوث خشونة الربة بعد سنين طويلة من الجراحة وبالتالي الحالات اللي اتعاملت عليها الدراسات دي كانت بتتعمل من سنين فاتت ودي كانت بطرق قديمة شوية طبعا الأيام الأخيرة حصل تطور كبير في طريقة إجراء جراحة طب إزاي نتجنب خشونة الربة بعد إصابة الرباط الصليبي؟ طبعا أفضل وقاية هي تجنب إصابة الرباط الصليبي أصلا وفيه برامج وتمرين مخصوصة للفرق الرياضية لتجنب إصابة الرباط الصليبي بتقلل فرص حدوث خشونة الربة بصورة ممكن توصل لخمسين في المية يعني النص تقريبا والبرامج دي متخصصة للرياضات المختلفة ومن أشهرهم بالنسبة لكرة القدم تمارين اللي هي بيسموها تمارين الإحماء الديناميكي أو ممكن تشوفوها على اليوتيوب اسمها فيفا 11 بلس ولو المريض كان حالته بالفعل خلاص جات له إصابة الرباط الصليبي بننصحه بقى بتعليمات خاصة بتقلل من فرص أن يحصل لخشونة في المفصل ودي ممكن تلاقوها في فيديوهات احنا كنا عاملينها قبل كده أو على الموقع بتاعنا ولو لقينا بالفحص أن الربة سايبة بدرجة كبيرة بنلجأ في الحالات دي للجراحة عشان نتجنب حدوث تلف أكبر في الغضريف بمرور الوقت ولكن لو المريض خلاص كان جاله خشونة في مفصل الربة فبيتم علاجه زي حالات خشونة الربة العادية وده بيبقى على حسب درجة الخشونة وتفاصيل حالة المريض نفسه مع تمنيات لكم بالصحة والعافية اشتركوا في القناة